رأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تعليقات بايدن كانت أوضح علامة حتى الآن على أن علاقته بنتنياهو تتغير وأشارت الصحيفة إلى أن تعليقات بايدن تشير إلى انقسام الناشئ وربما عميق بين الطرفين وصفتها بالغامضة إلا أن سياقها كان حاسما بشكل لا لبس فيه إذ وضع بايدن الحملة الإسرائيلية الحالية في غزة في سياق الحرب العالمية الثانية ورد الولايات المتحدة على أحداث 11 من أيلو سبتمبر وفق ما ذكرت الصحيفة